السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء إليكم تفاصيل أخباري الآن اندلع حريق مهوذ ليلة أمس الأربعاء الخميس بمطعم للسمك قبالة سوق السمك بحي المسير بمدينة أقادير والتهمت ألسنة النيران جل محتويات المحل في وقت لم يعرف فيه لحد الساعة أسباب الحريق الذي خلف حالة من الهلع وسط السكان المجاورين الحادث استنفر سلطات المحلية والأمنية وعناس الوقاية المدنية التي تدخلت للسيطرة على النيران ومنع امتدادها لمباني المجاورة وضعية تساؤل جهات المسؤولة على المدينة من أجل تتبع كل المشاريع المنجزة من مطاعم وهل تتوفر على شروط السلامة والوقاية من النيران بل حتى قنينات الغاز أغلب المطاعم تتواجد بداخلها قنابل مميتة مما يستدعي وضع دفتر تحملات يراعي شروط الوقاية من الحوادث